صار موسم الحج وراحت الوادم كلها للحج الله يغفر للجميع إن شاء الله ولكن سؤال هل معقولة كل هاي الناس الرائحة للحج الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرجحهم كيوم ولدتهم ومهاتهم ويدخلهم الجنة ممكن ليش لا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولكن أكو قواعد الله سبحانه وتعالى مخليها ولازم نعرفها من خلال أهل البيت عليهم السلام وإلا غير أهل البيت ما حد يعرف يسولف ها يلا خلينيسمع الإمام الصادق عليه السلام يقول الحج حجان نوعين من الحج شنو هنا يا ابن رسول الله يقول حج لله وحج للناس انت رايح للحج مرة لوجه الله تعالى ومرة على مودة من تريد هلا بيك هلا وجايتك هلا وجايت الصغير والترتيبات حتى يقولون عنك حج فلان خير إن شاء الله حج لله وحج للناس فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة إذا أنت حجيت لوجه الله تعالى خالص لوجه الله تعالى كان ثوابه على الله الجنة زيان ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة إذا أنت حجيت للناس على مودة هلا بيك هلا بجيتك هلا يوم القيامة يقولولك يلا 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 هذولاك روح أخذ حجك من عدهم خسوء يضب بعد شلون ما ينطمن يأدبر حالك يوم القيامة تأخذ حجك من هذول الناس اللي أنت رحت على مودة يقولون عنك والكلام من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ثواب الحج والعمر صفحة 75 ورقم الرواية 16 ودمتم بخير وفي أمان الله